بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تكونوا بخير ويحسن الأحوال أرجعت لكم خاطر فتاتي وولله كنت طيب في الفطور لم يشفت هذا الخبر وعجبني بزيف قلت وولله هننا نبرتجيه معاكم من خرجوا على الموضوع شوية رح نبرتجيه معاكم هذا الخبر يعني لما ليه خبر يعني يعجب الشاب الجزائري كامل وخاصة الشباب اللي مهتمين بزيف بالكورة مهتمين بالمباراة بين الجزائر والكاميرون اللي يفازت الكاميرون على الجزائر بالغش أخيرا إخواني أخواتي حقيقة تدخر راوا راوا لدى الفيفا ما كاشش كل ما يعرفش راوا راوا أكدت العديد من التقارير الإعلامية تدخر رئيس الفاف الأسبق محمد راوا وأفادت ذات المصادر أن قوة الرجل وعلاقته في الهيئة الكروية العالمية غيرت مسار ملف الطعن المقدم من طرف الفاف وجعلت لجنة التحكيم توليه اهتماما كبيرا وتدرسه بشكل مطلوب وكان الإعلامي سابق بكال الأنباء الجزائرية جمال أراشدي أد أكد تدخل الرجل لدى الفيفا بطلب من الدولة الجزائرية يعني الدولة الجزائرية اللي طلبت منه يتدخل ورفض راورا والإدلاء بأي تسريح حفاظا على سرية الأمور لإنجاح العملية وبدأ راورا ومهمته السرية مباشرة بعد عودته من مدينة السعودية أين حذر اجتماع للاتحاد العربي لكرة القدم ورحب رويد مواقع التواصل الاجتماعي بتدخل الرجل وتفاؤلوا بالخطوة التي قام بها لدى الفيفا واعتبر الكثير من النشطين خبرة راورا وا ستحدث الفارق حيث ستقوم لجنة التحكيم التابعة للفيفا بإعادة دراسة ملف الطعن الذي تقدمت به الفاف غدا الاثنين يعني غدوي عودوا يدرسوا ملفة الطعن باشتراك لجنة الانضباط ولجنة المنافسات وبعد قبول الطعن الذي تقدمت به الجزائر شكل ومضمون ستعيد الهيئة الكروية العالمية دراسة كامل الأدلة المقدمة من قبل الإعلان عن قيادها النهائي قرارها النهائي عفوا لتبقى الأيام المقبلة الكاشف عن سر قبول الفيفا لطعن الفاف شكل ومضمون وللقرار النهائي الذي ستتخذه هيئة أنفانتينو هذا هو الخبر اللي حبيتنا نوصل لكم ونفرطاجه معاكم إن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله يكون فيها خير يا رب العالمين يفرحوا الشعب الجزائري اللي عنده آمل كبير يعني متمسك به خياة غير كورة القدمبرك اللي تفرحنا وتفرح الشعب الجزائري كامل نقلكم صحة في طوركم أو على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة